بعض الناس هدان الله إياه يجعل على باب المنزل في الخارج أو في السيارة أو على الأولاد أشياء منها ده كسابات حادث ده كسابات اللو نعانان نعوم ربعه في بلنا أبتي أبقز أوم استفلا لي نقراتي قبرو أدلتلو ماليسا ما بتمكين أوم أبستفلا لي بوتاتات نخل حلو لابلوز قبرو نقراتها اللو مهن ريئينا بزي يضع رأس ثور بقرون تقر نزل لو ناي بيع رأي رئيسي أبتقزو ينتلتلو يضع كف ويدما زي إيدو زي إيدو أبتلا تايز بهال ينتلتلا عين عيني بزتمسس لما الكعد مون يقبر بعض الأشياء من البحر بعض الأشجار أيضا حدا حدا قاب بحر زوات نقرات ماليسو دمه قاب حدا حدا تي قربات زي طورة نقر ينتلتلو خرق سوداء قديمة زحالة في بتاعم زي تبالاشو زخون زي تقدادة تركي ونيقبر يكتب مثلا الحسد لا ينفع لا يأتي حسد ويدما زي محصاد ما لثيو ايمد سينيو يبل إذا يعتقد أن هذه تدفع العين بذاته تدفع الجن والشياطين فهذا الشركة كبر إذا يعتقد أنها أسبابا في دفع العين فهذا الشركة صغر إذا يعتقد أنها تدفع بذاته تدفع بسبب ملك عين باري ربي إذا تدفعه تدفعه إذا تدفعه تدفعه النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت و لديه أولاد و لديه دواب ولم يضع شيئا من هذا من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من يحفظ لنا؟ الله سبحانه وتعالى من يحفظ لنا؟ هذه الأشياء التي تعلق والله لا تنفع بل تضر والله أعلم عندما يعتقد أنها تدفعه وعندما يعتقد أنها تدفعه لذلك يحدث بربي سبحانه وتعالى تدفعه لأنها تدفعه مالذي ترجمة نانسي قنقر